السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أمالبنس في فيديو جديد نشكر كل متابعي صفحتي أمالبنس نشكركم على دعمكم على تعليقاتكم على مشاركتكم في صفحة متاعي بطبيعة نجم تشاركوا أيضا في قناة يوتيوب قناة يوتيوب اسمها أمالي منوعات منوعات أمالي أو أمالي فاريتي بطبيعة اليوم الفيديو باش نوظفوه لهذا السؤال هل العالم يحكم بالعقل أو بالسحر الأسود لماذا هذا المقال وهذا الفيديو ليعلمكم أن هذا الأسبوع من 17 جوان حتى 21 جوان هو أسبوع احتفالات عند عبد الشيطان 21 جوان يعني هو عيد راس العام الميلادي الشيطاني يعني لنوفالون ساتانيكا في هذا 21 جوان يعني عبد الشيطان وأصحاب الشيطان وأهل المسون لأن المسونية مربوطة بالشيطانية يحتفلوا بهذا العيد يعني يعديوا وقتهم في السكرة في الخمر وفي الجنس الجماعي وهما ناس يعني كما قمت عرفهم لدين لاملة ويعبدون الشيطان هذو من ناس يعني من بينهم من بين هنالناس فما عبد الشيطان يعني المتوسطين ولكن حكام العالم أيضا عاملين حلف مع حكام الشيطان مع الشيطان بطبيعة يعني حكام القوى الكبيرة مثل الغرب المسوني والعربان الصهاينة مثل عبد الفتاح السيسي يعني عبد الفتاح السيسي يعني فتح فتاح أمس يعني لجو متاع الكان متاع المطولة الإفريقية وكان هو يعني كان سكران بالطبيعة كان سكران لأنه كان يحتفل كان يحتفل يعني العيد بهذا الرسل العام الشيطاني والأكثر من ذلك هو يحتفل بوفاة الرئيس الشرعي محمد مرسي الأسبوع هذا يعني من 17 إلى 21 هو أسبوع احتفالات ويوم 17 بالضبط 17 جوان هو تاريخ وفاة مرسي الله يرحمه وتاريخ وقعد فيه كثير من الكوارث في العالم دونك بعداش باش نوريكم الكوارث التعداد في العالم يوم 17 جوان لأنه الشيطان يتغذى بالدم بالأخص دم الأبرية ودم المسلمين بالضبط ودم الأطفال يعني هو الشيطان يتغذى بالدم الأبرياء ويفضل دم الأطفال ودم المسلمين وبطبيعة محمد مرسي قربان محمد مرسي يعني قربان يعني هام جدا للشيطان يعني المحكمة بتاعه منها 17 جوان ما كانتش يعني صدفة كانت يعني منظمة مخطط لها يعني 18 جوان هو عيد القربان عيد القربان يعني العبد الشيطان يعني قدموا فيه حياة مرسي دم مرسي لسيدهم بافومات الشيطان يعني لخاطر هو الشيطان عنده تبثال في أمريكا بسميوه بافومات يوم يوم 17 يعني تعداوا برشا كوارث برشا كوارث وخاليوه نخاليوه نشوف هالكوارث ذي عدد يوم 17 جوان ونحاولوا باش نصر يعني باش ننحلي لها بطبيعة احنا تنجم تقولولي هذا كل كتخمينات كل هذا كل يعني كلام فارغ بطبيعة الناس اللي يحكيوا على السيطانيسم وعا الشيطانية هما ناس ما عندهم مش دليل مادي ولكن عندهم دليل يعني عقلاني ودليل توافقي يعني فيما برشا حجج فمن برشا التوافقات اللي تخلي الانسان اللي يعني يفكر ان هناك قوة خفية شيطانية تتحكم في العالم وتتحكم بالسحر الاسود ولان نشوفو الرزنامة الشيطانية نشوفو يوم 17 تحت النقطة يعني يوم هام جدا في هذه الرزنامة و21 جوان هو عيد يعني ممول بالأحمر يعني يعيد عيد الدم عيد الجنسة عند عبد الشيطان وكيمو شوفو انفاس سورسيس دي دي سورسيس دي دي سورسيس دي تي غيتويل اوغال انال فاجينال دونك هذا الكل يعني عبد الشيطان يستعملوا يستعملوا يعني يستعملوا كل الرذائل هذا اليوم 17 جوان 12 مواطن سوري لقوا نحبهم بعد ما تلقوا قنابل من الجيهاديس الدواعش وتنجم تقول السوريين يموتوا كل يوم ومن بعد هذا حكاية فارغة وحكاية معناه حكاية عادية على الأخر ولكن بعد ما تشوف كل الأحداث يوم 17 جوان نجم تتسائل عن قوة الشيطان وفي نفس هذا اليوم 17 جوان في نيجيريا أكثر من 30 وفات إثر عملية إرهابية قامت بها بوكو حرام يعني يوم دموي يوم مثقل بالدم وبالأموات هذا اليوم 17 جوان الذي توفى فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي الله يرحمه وفي نفس هذا اليوم 17 جوان 2019 غرق 12 مهاجر شرعي في بحر الإيجي في سواحل التركية وللمرة الثانية نشوفه الرقم 12 عشر يتكرر يعني شفنا 12 واحد ماتوا في سوريا و12 واحد في بحر الإيجي في سواحل التركية يعني لهذا رمزية متاعه لأننا نعرف أن الرقم 12 عنده رمزية كبيرة عند الشيطان والأكثر هو 12 لأنه يرمز لرأس السنة 12 شهر لعيد الموسيقى وهو عيد رأس السنة الشيطانية وفي نفس هذا اليوم 17 جوان 2019 يتوفى 12 مسلم أندونيزي في حافلة إثر حادث حافلة وهذا الحادث يقع إثر مشاجرة بين السائق وأحد الركابة يعني رقم 12 يتحود للثالث مرة ويتكرر للثالث مرة ولهو الدلالة في الثقافة الشيطانية ووصلت على ذلك أن هذا الحادث وقع إثر شجار يعني بعد موسوس الشيطان للراكب يعني هناك كثير من الدلالات إلا هناك أحداث تقع من إثر من تأثير الشيطان الرجيم على الإنس وكل الدلالات وكل الدلالات تمشي في هذا الاتجاه وفي نفس هذا اليوم يوم 17 جمع 2019 يقع في الصين زلزال الذي أدى إلى 12 ضحية و134 جريح ولمرة الرابعة نشوف الرقم 12 يتكرر لأن الرقم 12 يتكرر ليس بالصدفة ولكن هو الرقم العدد العدد المفضل للشيطان يعني 12 يعني 6 في 2 ونعرف أن الرقم 6 هو رقم الشيطان والرقم المحبوب للشيطان و12 أيضا لأن الشيطان يحتفل برأس السنة الشيطانية يعني بعد 12 شهر يعني بعد هذا العرض عرض أحداث يوم 17 جوان 2019 وعرض الأحداث الاحتفالية يوم 21 جوان يعني عيد ميلاد عيد الرأس العام الشيطاني هل عندكم مازال عندكم أدنى شك أن العالم يعني مسكون بقوة القوة الشيطانية وأن العالم يعني محكوم بالسحر الأسود وليس بالعقل وليس بالعلم لأن الناس اللي عندهم فيديهم العلم والتنوير هم نفسهم الناس اللي عندهم يعني القوة الخافية الشيطانية يتحكموا في العالم بكل قواهم بكل يعني بكل الوسائل بكل الأساليب الأساليب يعني التعليمية التنويرية وفي نفس الوقت الأساليب الشيطانية الماسونية يعني وخطاب يعني وأنهي فيديوي بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو كان يعني مزال متأثر بالسكر المزال متأثر بالخمر وبالثمالة يعني الذي يعني احتفل بهذا العيد واحتفل بموت مرسي إلى حد الثمالة ونخليكم تسمعوا يعني هذا الصوت المثمل هذا الصوت هذا الصوت الذي يعني يحبر عن هذا الصوت المثمل هذا الصوت السكران هذا الصوت الصوت الذي يخرج من أعماق الشيطان هذا الصوت الذي يفضح يفضح صاحبه الصوت الذي مثمل بالسكر والخمر وبكل الرضائل الشيطانية نخليكم تسمعوه ومن بعد أحكموا بيديكم هل العالم محكومة بالعقل بالعلم أو بالسحر الأسود وإن شاء الله في فيديو جديد كانت معاكم أمال بانسا من فرنسا وهاني رجعت لكم على خاطر الفيديو اللول حدثته على الفيسبوك ايتي بلوكي على فيسبوك علاش خاطر فيه مقطع من خطاب عبد الفتاح السيسي في افتتاح البطولة الأفريقية وهو يعني بصوته المترنح صوتو السكران اما باش نشوف مانا يببو افتتاح مانا يدوات دوتر هتنحاول باش نحطه لكم حطه لكم على البرتابل ونعلق عليه مبعضنا بطبيعة هاي فيديو عملت لتوق عملت لتوق متاع الريزيو سوسيو نجم تلقواها في أي في أي موقع الريزيو سوسيو أفتح افتح اسم أسمع صوتنا بتاعوا شعبة مثل العبين شعبة مثل العبين شقائنا الشعوب الدول الإفريقية العريقة اسمعوا لي في البداية في البداية جميعا بشي موت الرجل بشي طيح بشي مع الكلمة ساهرة في العيد الشيطانية بالإخوتاتي أبناء قررت زناء الأول إفريقية الغالية الغالية أستغفر الله عزيز إخوتاتي مصر متمنيا لكم جميعا جميعا مصر 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 مصر